اخرج الامام ابو داود في سننه وكذلك الامام الترمذي والحديث ثابت كما قرر علامة الشام الامام محمد ناصر الدين الالباني عليهم رحمة الله جميعا من رواية العرباض ابن ساريا رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظا هذه الموعظة بليغة اثرت في الصحابة قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وهكذا كان حال الصحابة يظهرون الخير الذي في قلوبهم ما ظهر منهم من الخير ليس نفاقا وانما من القلوب وجلت منها القلوب فلما وجلت القلوب ذرفت العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة انتهى الحديث وهذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وهؤلاء الصحابة لما اجتمعوا المجمع العظيم أو الاجتماع العظيم لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وعظهم وهكذا الداعي إلى الله تعالى إذا وجد الناس مجتمعين يعظهم لا نو يحمل رسالة يريد بها نجاة الخلق من عذاب الله تعالى قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رسول عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة والموعظ كما قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لسورة لقمان قال الموعظ الأمر مع الترغيب والنهي مع الترهيب تأمر الناس وترغيب في الدين وفيما عند الله تعالى وتنهاهم وتحذرهم مما يوجب عقاب الله تعالى قال لك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الموعظة دي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا الزوء لما نجي يودع وصيت بتكون مؤثرة كأنها موعظة مودع فأوصنا بعدين النبي صلى الله عليه وسلم الدون وصايا بتجمع أصول المنهج الصحيح المناهج الآن ما كترة صوفية وأخوان مسلمين جماعة تبليغ وسرورية وبيجاي مركز عام وبيجاي إصلاح وبيجاي جمعية وبيجاي الطريقة العجلاتية والطريقة التجانية وقادرية وده بيجاي الصلعة ده وبلاؤي تقيلة جدا الطرق كثيرة قال لك إنت لو دار تنج من عذاب الله تعالى قال أوصيكم بتقوى الله تبقى تقه قال تعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لأنها جماعة الدنيا دي زائلة وإذا ابتموت شايف المناظر شايفة دي زينة ساي بيتموت برجاء شكل كيف وفنان يا أخي نحن في الطريق بلد دي والله ما بتمش لي قدامه والله إلا يرجع لي الله سبحانه وتعالى يا أخي جاين في الطريق والله الفنان قال مين كذي هلالية التذكرة خمسين جنيه بعد شوية يسرخوا يقول لك العيشة بجنيه حس التذكرة دي ما بتجيب خمسين عيشة دي باقي لك يا أخي أمشان اسمع ليغوني يا أخي كل كلام فارغ لقيته باللفة والألم العلي خفة ولو مر في الإسبوع نتكتك الموضوع يأتي موضوع يأتي موضوع فنانين سوفها ساي والله الذي لا إلى غيره ما أنه موضوع كلام فارغ والله قصة ريادة بين اتنين بين مسلم ومسيحية شو اللغبة أحلف ليها بالإسلام وتحلف المسيحية دي اللي بيبشي لك الدام دي بلد باقي لك بتبشي لك الدام ما مشكلة والمشكلة دي المشكلة ما إيش ولا بنزين ولا ولا رحمة ولا خايفين الله إلا يشاء ربي شيء مشكلة مثبت موضوع يأتي الفنانين ما لقيت فنان يدعوه للتوحيد يتلاقاك فنان كان يقال وحدوا الله خلوا القباب وهوك فيه ما موضوع يأتي العيون والكرعين واللضمين بس همه مره بس موضوع يأتي مره ساونات وبهجاي سكسيفون وبهجاي وحدين عطال واقفين وكاميرات وموسيغة وورقنات ودواب لابس بدلة وماسك ميكرافون وأنوار أشكال وأنواع ده كله ليه عشان بيت بس ما مي موضوع وبعدين تلقاهم مزوجين أنا ما أعرف نساويهم ذاته قاعدة معهم كيف مزوجين ومش يتكلموا يغنوا لما واحد سوه معالي غاة في التلفزيون قال الغنى عليك اسمين قسم ذاته التكسيم ده ما أعرف أنا ناس الغنى ذاته بقسمه والله قال الغنى عليك اسمين قال قال الغنى القديم ناس الحقيبة وده حلال ما فيوش والغنى الجديد ناس بيت الدق وهناي والجماعة الجداد قال لا حرام قال الدليل قال قال تعالى جاب لها أنا ذاته حيرني ولا يخذته في غير محله قال فأما الزبد فيذهب جفاء ده الغنى الجديد وأما ما ينفع الناس باقي لك بنقيف ياخذ كلها هوس والله في البلد دي جباب شباب ما لاقين يزوجوا ويقول لك ما لاقين بيت نقعد فيه ونسكن فيه ابنه للميت باني لغوضة الغريب اللغوضة الباني للميت أطول من أي بيت بتلقى في الغرية البيوت بتاعته الغرمة عادية أطول بيت تلقى حق الميت وما بيمرك ذاته ده ساوينه ليه أنا ما أعارف بعد شوية تلقى بتجاز جوا وكباب شاي وذاته ومصائب وهوس في البلد دي شاكي البلد دي لو دا لا تبش لك الدم ترجع على الخالق سبحانه وتعالى قال أوصيكم بتقوى الله بعدين بيتموت الله قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون في يوم عظيم هناك اليوم داك الناس بترجف شفت اليوم داك الناس كلها سي مبكورك وزاي بيقلوا هذا بنينا في الدنيا دي نحن سوين الكون واحد قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا دا يدو قذر كيف دا الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا والطور دكة وموسى خرم صعقاً لما رأى النور إجلالاً لهيبتنا دا واحد بهجاه والله دا مدفنين في بحري ومدفنين في محلات واحد فيهم بمرق مصر والله طريقة يقولوا كلام زي دا سيمون الختمية واحدين تانيين دا قالوا شيخ قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملته أسين خمت لك جردل قلت لي عدوا ليكم رملة من السلاء بكرة الصبح بيعدوا رملايا رملايا رملا رملا بيعدوا خلي الأرض دي شد الناس اللي بحفره حفر المصاصات بحفر لمتر بمرق برة مترين برة الأمتار المرقوا دي شد بتعرف تقدر تحاسيبة تحاسيبة واحدة واحدة ترابة ترابة ياخن نازل ما بالعوى الدين تكذب على الأمة يستخفوا بعقول رجفوا النساويين ورجفوا الرجال نحن بننفخ تعال سوي لنا نحن تنفخ ديلك تعال انفخنا نحن والله تجي هنا نحن لات ننفخك عمال حسابك والله بننفخك بيخشمنا ذا ساي تنفخ كذبوا على الأمة ورجفون غرية كاملة رجال وشباب وناس تلقاون عكاكيزو وتلقاون سمان ارجفوا من قطعة بس علم ولك ابونا الشيخ يتبين هنا يتبين وين نداري عارفوا يتبين وين حمدانين دا ما تفهم فيهم درمان هناك جنب الأهلية لقيت له بيان جنبه استاذ الهلال استاذ الهلال دا أسل ودى الهلال هنا باقي ليك المريخ بيرضو دا انت ماشي الهلال ليه وقد زال يتبين عليك الله يتبين في السودان ولا يمرك في الحرم هناك ما لقيت له بيان في الحرم هناك ديلك شغلة مجيها امشي هناك قول بيان كانتاني يلم فيك اتزاته يا كل لخبة وهوى السايد والله الذي لا إلى غيره قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي واعلم نبات الارض كم نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله وحصي حروفه حرف حرف عرفه والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال سبحانه وقل رب زدني علما قال واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبة انا كنت مع نوح ومن الامة شوف لف كيف انا كنت مع نوح اشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوته وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان الا بفتوته وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئ عينه الا بتفلتي تتف عيون نبي تجد قلنا نحن بن نبز الاولياء انت قلت تتف في عيون نبي حس ده ما قال لده وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئ عينه الا الا بتفلتي وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصا يستمدتي قال عصاتي الاصلية وعصات موسى جراء عليه السلام جراء من عصاتينا هس دي درابة باقي لك في زول ببلعة قال مشا 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 فينها قال انا الذاكر المذكور الذاكر المذكور ذكرا لذاكري انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي انا العاشق المعشوق في كل مضمر انا السامع المسموع في كل نعمتي انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي عرفت حقيقة ولا ما عرفته كذاب مجرم ابو لهب ذاته ما بقول دراب قدر دي اخ ابو لهب الالله نزل فيه تبت يده ابو الهب وتب ما قال كلام زي دي اخ قال وقال يا هذا تركت صلاتك اتها الشيخ ما بتصلي معنا ليه ولم يعلموا اني اصلي بمكتي خطوة في بلده وخطوة في مكة والغريبة يجي ماشي الحج بمشي يقطع تذكرة تذكرة وواقف والمطار تجينا الساعة اربعة صباحا يسافر وانت الصلاة خطوة هنا وخطوة مكة الحج بتركب طيارة ليه ليه بتركب دارة الطوط احسان اتها ذا خطوة هنا وخطوة في مكة باقي لك الحج دا في ذا يتركب طيارة وذا تزول خطوة هنا وخطوة مكة دا باقي لك نداك شلوت تاني بالقوك دا يقول لهم والله نازل من اكذب خلق الله دا القادرية بيجنب وبلاؤي كثيرة جدا ولذلك شفت الزول يكون تقي اول شي في التقوى التوحيد قال تعالى وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابايكم الاولين قال تدعوا بعلا يا اخو اتخلوا الله سبحانه وتعالى شكيه معاذ بن جبر رضي الله عنه كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل قال معاذ رضي الله عنه ينادى يوم القيامة اين المتقون ناس هكفين في ارض المحشر ينادى يوم القيامة اين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يستتر منهم ولا يحتجب ده الناس بكرمون بعدين قيل لمعاذ رضي الله عنه من المتقون ديل من المتقون ديل قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا لله العبادة عبادتك دخال صلى الله حجاب قطعته تيدعه حجاب بتاع شنو الله قال في القرآن وإي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو زول بحجابه يقول لك ده حق رزق وتلقاه للعصر ما فطر انت ده بيشتغل متين شغلك ده بيشتغل متين ناس ما عارف لاسي الرزق في اليد ولا في السماء الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ما بتصدقوا الله قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يا خيال الله اقسم للعبد والعبد ما يصدق ده في أخير قال تعالى وما من دابة في الأرض دابة نملة أصغر أكبر نملة ذاتها ولا أصغر منها ولا أكبر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يغرز بيد الله سبحانه وتعالى والله المطر بنزل الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون يجي ياخذوا الدكتور في البلد والله يقولنا احنا في السودان الشيخ بده المطر والمطر بحسب الطلب والشيخ ذاته تمشي تلقى بيته ما سورته ناشفة ما فموه يا ذاته والله بيته ملام مواثير وذاته معاه مواثوره وذاته ده لقاهه قاعد وناشف البيت ده بنزل مطر باقي لك يجيب مطر مطر تنزل كيف يا أخي والله الذي لا يلا غيره والله جماعة ده استخفاف بعقول الأمة والله الناس ده أي شي وده للشيخ دائر جنة تمشي للشيخ دائر الله وين يا ناس الله الخلق الشيخ وين الله سبحانه وتعالى وين قال تعالى في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا في طير مكانيكية طير شغال مكانيك جرى بوكزي في طير قرأت هندسة ما دكتور لاقتك بدعشوش دكتور تعت أسنان ما الطير قرأت طير الزوال ما فاهم بقول لده الطير زاي الطير صغيرة الطير تلقى النصر الكبير جيعان وتلقى ودبرك شبعان في السلك بتونس مع بدعشوش شبعان الطير دير رزق من الله سبحانه وتعالى إنت ما برزقك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى ما قادر يشوف الحق لأن الله قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والموضوع هذا رب العزة والجلال قال للرسول عليه الصلاة والسلام وإن كادوا كفار ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره تخلي التوحيد وإذا لاتخذوك خليلا كان ما شاءت خليت التوحيد بريدوك وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا شكاية جماعة الناز تعتمد على الله توحد الله رزق بالدك يا الله يا أخزول السوق ده كل يوم الله رازقون شبه الخالق ده القذر كيف كل يوم يجوا الصباح تعلمون يمش آخر اليوم شاي الخدار وماشي البيت الدكتور ماشي متكيف شاي الخدار وماشي النجار شاي الخدار الأمة دي شات برزق كل يوم ماه وبعدين يأخذ السودان بالذات والله الناس تشكروا الله والله تشكر الله زراعة قائمة فرأيتم ما تحرثون جسر بين ظهراني جهنم دي جهنم بعدين بيضربوا الصراط وبغادي له القنطرة وبغادي الجنة وبإياه يرضى المحشر والناس بتطلع الصراط الصراط ده في الصفات أوشي تحت جهنم يعني إن وقعت تحت النار واحد اتنين مظلم مظلم تلاتة أرق شفت أدق وأرق من الشعر وأحد من السيف كما في شرح السنة في شرح شرح السنة للفوزان شرح شرح السنة للبربهاري بعدين قال لك به خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان مسافة ما من هنا الحد العربي ولا من هنا الحد أمريكا ولا من هنا للسعودية ولا مصر ولا الإمارات ولا لا لا بين ظهراني جهنم مسافة بعيدة مرة واحدة وزول عشان يدخل الجنة بيجي ماري بالصراط ده أنا وقتك أنا الله دخلنا الجنة نجي مارين بالصراط ده وبه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان يعني ما بس نحيف وكذا وحار وناي وحاد لا لا ولسه قال لك فيه خطاطيف بترميك بعد الزول يجي طالع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناجم مسلم في زول بن جسليم بمرق بغادي نزال الله يجعلنا جميعا من هؤلاء كلنا كذي الله يرحمنا قال وناجم مخدوش في زول بنجو لكن قبل ما ينجو بتخدش نار وقع ويتجرح ويمش لحد ما يمرق بغادي تعب شديد جدا ومكردس في زول بيقع ولا بتمسكو الخطاطيف دي المين بيبقى من أهل النار خد كراء ويتقسم قسمين يقع في النار مشكلة طويلة جدا أزول لو دا يرنجو في الصراط دا ابقى تقي في الدنيا دي تبقى تقي في بيت طوالي غد بصرك ما تكشف تبقى زي سواق الركشة تتلفت وبإيجاي وبإيجاي ودعاين دي طويلة ودي كصيرة إنت جابوك تنظر خطبة خطبة إنت شغال كذي خطوبة تقعوا أنت عاين فيها اضنين أكبار اضنين أصغار إنت طرحة ما لك وما ليت والله يعاين في بنات الناس ودهك شغال لقيته في البيع اوك لحد في النهاية شغال كتمدبيو قال صرف النظر عني وبيقى مارك ما عارب إنت من قبل ما تغط بصرك شنو شغال البلاوي ساي ومصائب تكون تقي في الدنيا تغط بصرك من الحرام موبايلك فيه هنا طوالي أمسحه وكتي تمسحه طوالي نزل القرآن هذا أبو بلال قاعد نزل القرآن ونزل المحاضرات واستفيد خمش بالليل اسمع كان موت تزات وفي باقي الليل ده تموت حسن خاتم يا أخي تقعد تسمعه في الغنى يبكي فيك يا أخي له يبشوق يقعد يبكي تبكي سايته اي جمه أنا والله متعجب في النازل البيت جمه هذا جمه هذي قاعدة جمه واحد من السماعة في أعضانه والسماعة التانية في أعضانه وذاك شغال ليلة يبشوق ويبكي جمك إنتك مش تاقلامتين الجمبك دي كديسة ما هيها زاتها مخدوعين النازل العايشين في أوهام والله الذي لا إلى غيره أوهام تلقاهم حزينين وبتونسوا نسات لأن المزوجين ما قاعدين يتونسه يغسى عاد طويلة تلقاهم في النجيلة يضعمط فيه إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض وأذقالة الأرض بعدين بتوريك يضعمت في النجيلة وأنا والنجوم وما قادر أقوم وحرام القلوب تلّب خلاني أتقلب بدك بصونا وتتقلب تالي تلعب بلومة يا غتا تلعب ببنات الناز يا أخي خليك زلتقي أمسح الغنى نزل القرآن طوالي استفيد منه يا أخي تقرأ قصة تسمع قصة يوسف عليه السلام تلقى عبر فوايد تقرأ سورة القيامة تسمعها تلقى مواعظ عجيبة جدا تسمع سورة الإنسان كأنك دخلت الجنة وماركت تالي نعيم ولذ في كتاب الله تعالى قال ليك زلتقي أبعد من الحرام قروش بتاعة حرام كذلك يحملنا طوالي قال ليك زلت في الدنيا دي قالوا وإن منكم إلا واردها بمش في الصراط بعدين كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية شكيذ التقي وعلى رأس التقوى كما ذكرنا توحيد الله تعالى حجبات قطعة واله يا أخي الله بيحفظك نازع جائز يا أخ تلقى عمره تمانين سنة وتزعين سنة ولا طقته عقرب ولا طقته طلقة الحافظ منه مش الله سبحانه وتعالى تأخذ لبس لك حجاب يا أخي زل كبير لابس ليه حجاب ده حجاب شنو حجاب نملة هس كبير النملة ولا كبير الحجاب بتاعك ده نملة خايف منها لمن تشرك بالله سبحانه وتعالى أوهم الناس جماعة ديل أصحاب العقائد المنحرفة أوهمون الزول المؤمن ده بيكون قوي ما بخاف إلا من الله سبحانه وتعالى والله دي لخوفوك من أي شيء من ضلك تخاف سبنجة مقلوبة أعادي لأعادي لأي يقول لك تقلب علينا اشترى حافلة تلقى مركب فيها جزمة بتاع الطفل صغير يا هزو الحافلة لأي يمركب فيها كذي تلقى فيها شعر هناك وتلقى الدم يخط يده في الدم ويلصقه يقول لك أما كره من لها بتنقلب والخواجة الصنعة ما بسوي كرامة خواجة ذاته ما قاعد يطبح تياخي وعندك هوس في رأسك تقعد تطبح وكلا وشكرا لله ما عليش لكن ما تكون فيها عقيدة بلاوي عمارة تلقى بنو في الأساس ابنو تلقى يجيب ليه عيش حب يشتت ده جن ولا عيش ده من الجن وده جن ولا حمام تبدأ شتت عيش ليه الجن تشتت ليه عيش وده خايف من الجن ليه أقرأ سورة البغرة آخي تاني شيطان ما بيقعد في بيتك ده كلهم بيبقوا مهارقين قل لك اوه في بغرة هنا سورة البغرة بيبقوا مهارقين طوالي ينو يا خايف أي شي يرجي ياخ بيت تلقاه فيه جرون ما شفتوه بيتي سووا فيه جرون ده بانطح ما لول بيت ده ذاته في بيت بتحرك ساوي ليه جرون ليه قل له عقايد في البلد دي اوهو الناس خوفون والله وتعتر بدل تنادي الله الخلق الكون تقعد تنادي في دين يا فلان الحقنا وفلان جوا بيسألوا فيه من ربك وده بيجاي شغال لها الحقنا يا ذول وده عنده سأل جوا ما دينك وده شغال له أفزعنا والحقنا الحقك وين ده ما جايب خبر ساي والله الذي لا إلى غيره قال تعالى أموات غير أحياء تاني كيف فهمك تريد من كذلك أموات مش براب تفهم لا لتاني زادة لك قال لك غير أحياء غير أحياء يعني شنو أموات وما يشعرون أيانا يبعثون تاني بعد داكتر من كذلك قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت تبشي آخر رايحة أمشي لفلان الفكيه بجبلانا الرايحة الله قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال تعالى قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون عقائد كل يا أخي بلاوي قال أوصيكم بتقوى الله في نهاية الحديث قال والسمع والطاعة أي لولاة الأمور وده كلام نحن بنقوله ديانة لله تعالى والسمع والطاعة ده لولاة الأمور ماذا التكفيريين والسرورية وناس غنات طيبة وناس جين كلا كذلك شغالين وتفجيرات قاعدين راقبين برادو راقبين في البرادو ساكنين في جبرا وفي وين ودهك بغادي وبلاوي شغالين وشغال عشق وإتد عشق تمرق في الصومال وشغال وبي جاي شرب في البارد عليم ربه يأكل في ما بعرفه أقشب يأكل وغايته وين بيأكل يأكل وشرب مرتاح وإنت يقول لك سافر الصومال وبي جاي ده سافر مالي وبي غادي ده سافر كذا والتفجيرات من الجهاد تلبس لك حزام ناسف تنط في خمس عشر أنفار تكتلون وتكتل نفسك خلاص بتخش الجنة يأتوا جنة تفسكين زي دب ودي الجنة الله قال في القرآن وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلك قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الجهاد الجباوة الرسول عليه الصلاة والسلام أي لتكون كلمة الله يا العليا واحد اتنين ورحاكم موش ساي أي خمسة غلبتهم الشغلة راح مرقوا ونقاعدين أنا محروق منه أن هذا الحرقة شديدة خلاص قاعدين في البلد لفين جنب الأسطب وفي الخرطوم وفي غيرة وفي جبرة وفي المنشية ووقف العمارات وأولاد المسلمين راح سافره سافره إنتما السافر معنا رسول دا لما عشان تعرف الجهاد نجيط لما نقول جهاد بيخد جوه هناك الرسول يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب جوه هناك دا بيقول لك أمش وهو ماشي كذب معناه شنو معناه شغلته ذي ما جوبك أمش بطريقتك أمش خج براك بيخد شوك ساي أزول بحالك الله أنا أسافر من هنا لسه مال أخلي ستاشر ألف قبا قدامي دا ما أشي ليه يتكون كلمة الله العليا إبي بلدك دي دي ماذا أرى شغل والله يتخدش المساجد يدوك عكاز مساجد قل لهنا يا جماعة صلوا صلاة تمام أذاك الله خير يا مولانا ما قصرت اتقوا الله يا جماعة كويس جدا بروا الوالدين إن شاء الله ما من قصرها مولانا الصدقة وده بحب الكفار دي يكاتلون هناك تمشي يا أخي المسجد خمس صفوف تمشي النادي عشرين صف يحضروا في ميسي وموس وكريستيان وكريستالة شغالين يحضروا فيهم هوك وده الععاب وجابة كيف يا دول جابة كيف بتاعشنون ويحضر فيهم ده بحاربهم باقي لك شغلة دي أنا تربية من هنا والله حصلوا الشغلة لو كو دي بس هالدعوة دي بس هوك سيف طوالي رسول ما كان صبر طلعت طائر سنة في مكة ليه طلعت طائر سنة قاعد في مكة بيدعو إلى الله تعالى وفي تلتمية وستين صنة في الكعبة ليه ما كان من أول يوم مشى لما في الأصنام دي كسر عند قوة تلاتين رجل الرسول عليه الصلاة والسلام من مد يده تلاتين رجل ما بنزلوه ده كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لو شغل بتاعت قوة كان مشى من أول أيام كسر الأصنام وقال لهم بس كذي بس ما بطريقة ولا السيف قاعد لكن بلغهم دعوة الله تعالى ابتداءا بعد ذاك قويت شوكة المسلمين بعد ذاك تاني مشوا المدينة وشوكة قويت والجهاد أزن به تاني جوا فتحوا مكة ليل الليلة ما تقفلت ولما تقوم القيامة الدجال بلف ما بقدر يخشها بغادي بقدار اسلام تاني خلاص لأنه مشو بالدربة صحيح الدربة الجبل وحي فلذلك قال والسمع والطاعة ودي دعوتنا والله لابن جامل فيه زول ولا بنشتغل به زول قال له أنا إنتو خوافين وقال له خلاص إنتا الشجاعة ده مش اشتغل إنتا مش نحنا خوافين همش إنتا اشتغل تمشي تشتغل هناك تقول لهم هرح أخرجوهوك بلمو فيك ناس بيدفر بعرفون أنا عيون حمر ديل متركين بيأكلوا بيشربوا شغلة يوم الكتمة ديلي زيمون يوم الزينة ويحشر الناس وضحى بلمو فيك بيدوك بسطونتين بتبكي تجي ووووك دقوني أنا ما قلت لقي بيل ما كان تقيب فيجاي ساي مهدب كلها لخبة واري احنا والله لو بسطونة بس وده الدين كان اتحملناه لو بسطونة زاي وديل بدون عكاكيزة بتلتلة ديل والله زول تلقى عمك ستين سنة قاعد في الجامع الله بتلا في كرعي ليس ما مصر كروه ما قادر كيف تجي تتكلم في التوحيد يلم فيك يا اخ واحد في كافوري والله اعمى اعمى ما بشوف ذاته جا واحد من اخواننا عمره تزاعتار سنة تزاعتار سنة يتكلم في التوحيد في واحد من الحزبيين دي المرضانين استحضر ذاته ما مبتلين وديل والله نكتم فيكم كاتمع صبره والله ننجمكم النجام في الدنيا دي ما في رحمة وبعدين الرحمة بي بأهل الرحمة أصلوا من خليكم ما تفرحوا هسي أبردوا شوية كذي تاخدوا نفس عشان الصوت يجيكم زي الناس أبردوا كذي شوية وقاعدين نحن تاب تسوي شنو والرأس تاب رأس بتاع شنو تاب بليد ما في رأس في الشغل شغل هذي شغل هذي كلها ماشا كذي فاهم ولا ما فاهم وبننجم كصبر شوية نبدأ كلها في طيحاب لاماب ولا ديك بغادي دي بجاي مزاد كلهم فتح كلهم تسرخوا تكوركوا والله من خليكم لكن صبر شوية بس الدعاء صنة بس أسي في دك داك بنبقى مارقين لقدام هصبر شوية فلذلك بلاوي تقيل جدا أخونا دا تكلم الحزب قاعد يكورك الأعمى دا عمك كبير هنا عمره تزاعتار سنة الأعمى بكابس له أعمى ما قادر يشوف مش مفروض يعدب يكابس لما لقاو وزنها أداو وعمى وأخونا داك راجل ماذا خلي عمك يقع أكلها ساي ونبيقى مارق عكاز من أعمى باقي لك التداني راجل شغالة دي طويل يا جماعة والموضوع طويل والحديث فيه فوائد لكن أظنه باقي إخواننا جو